كاس العالم السنائي دي غير كل البطولات اللي فاتت وده لأسباب كتير قوي من أهمها إنه الأول مرة يقام على أرض عربية وكمان لأنه مرتبط بشكل كبير قوي بالسوشال ميديا بحاجات كتيرة جدا ومن الحاجات دي اهتمام اللجنة المنظمة للبطولة بدعوت كتير من اليوتيوبرز المتخصصين في قرط القدم من كل العالم وده طبعا جه على حساب عدد من لعبين القرى القدامة واللي تقريبا دعوتهم كانت نادرة جدا وده بيوضح قد إيه اللجنة المنظمة مهتمة جدا من ساعة حفل قرية البطولة بالسوشال ميديا بشكل خاص الموضوع طبعا ما وقفش الحد هنا ده إحنا كمان شفنا حالات كتيرة قوي وسلت لدرجة الاشتباك اللفظي بين المدربين على صفحات السوشال ميديا وعشان كده قررنا إنه ده يكون موضوع فقرة سكوب النهاردة عشان نعرف هو إيه اللي تغير في البطولة دي عن البطولات اللي فاتت وليه بقت بطولة خاصة جدا على السوشال ميديا وهيكون معنا في الفقرة دي الصحافية ريام حمدي على زوم من قطر عشان نعرف منها كل التفاصيل أستاذة ريام إزاي حضرتك؟ نبسا يا خير إزاي كاريه هام عاملأ إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله قبل أي سؤال عايز أعرف منك الأجواء هناك بما أن أنت هناك يعني بصراح الأجواء حلوة جدا 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 فوق ما تتخيلي يعني كل شبر تقريبا هنا في قطر في فعليات وفي إيفنتات للجماهير تقريبا مش هتمشي في أي مكان هنا غير لما تلاقي فعالية إيفنت جماهير متجمعة من كل أنحاء العالم موجودة سواء في المواصلات بقى في أماكن التجمع للجماهير في المتشاط المباريات في كل مكان هنا يعني كارنفال حقيقي فعلا هنا موجود في قطر يعني مبسوطة فعلا أن في دولة عربية قدرت أن هي تعمل حاجة زي كده وإن شاء الله مصر سيقدر تعملها قريب بإذن الله يا رب أمين بإذن الله يا رب طيب ممكن تكلمينا أكتر عن الحاجات اللي الناس اهتمت بيها على مستوى العالم على السوشيال ميديا خاصة بالبطولة طبعا؟ طبعا من أكتر الحاجات اللي اهتمت بيها الناس على السوشيال ميديا المقاطع اللي بيتم تدولها الفيديو الأماكن اللي موجودة فيها أشهر لقطة تقريبا كل الناس اهتمت بيها عمال الأشهرز أو الجايد اللي موجودين في الشوارع اللي بيرشدوا الناس لأماكن المترو أو الأماكن الاستداس والحاجات دي كلها يعني عاملينها بطريقة لطيفة جدا أن هم حاولين مثلا العبارات بتاعة الإرشادات للأماكن بأغاني فبالتالي الناس كلها كانت بتوقف في صوارهم وتوقف تغني معاهم وترقص معاهم في الشوارع فدي كانت أشهر للمقاطع اللي تم تدولها خلال الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا سعاد بنلاقي حاجات يعني ممكن نقول عليها ناجاتف أو سلبية على السوشيال ميديا تفتكري دي بتكون حاجات طالعة بس كده عشان السوشيال ميديا لكن المنظر في الحقيقة غير خالص؟ أدوتي في الواقع أنا يعني لما وجود هنا في البطولة أكد لي أن السوشيال ميديا منفصلة تماما عن الواقع يعني في ناس أنا شوفتها بتتكلم عن حضور جماهيري ضعيف للبطولة على العكس تماما أنا تقريبا كل المباريات اللي أنا حضرتها من يوم ما جيت لحد النهاردة كانت ساعة الاستاد كاملة تقريبا بالتسناء ماتش واحد اللي كان فيه بعض الأماكن كان ماتش قطر والسنغال لكن غير كده كل المباريات اللي أنا حضرتها وتقريبا كانت ساعة كاملة في الاستادات تقريبا ما شوفتش أي مشاكل موجودة خالص من ساعة ما جيت الروح بين المشجعين المختلفين تماما عن بعض طواء من أوروبا من أمريكا اللاتينية من العرب هنا الروح ما بينهم ما بين بعض حلوة قوية عكس الكلام اللي بيتم ترديده برضو على السوشيال ميديا فأنا اكتشفت أن فيه فعلا انتصال عن الواقع عن أرض الواقع عن السوشيال ميديا واللي بيتم تدوله خلال الأيام اللي فاتت يعني لأن هم بيكونوا بيتفرجوا على فيديو أو بيكونوا بيتفرجوا على مقطع وبيكون هو ده تهيئاته من الزاوية اللي هو شايفها فقط من على الشاشة لكن في الحقيقة بيكون الموضوع مختلف طبعا تماما بالضبط بالضبط اللي على الأرض الواقع حاجة واللي في السوشيال ميديا حاجة تانية خيالية خالص يعني طيب اللجنة المنظمة المنظمة اهتمت بشكل كبير قوي بدعوة اليوتيوبرز والمشهورين أكتر من الفئات التانية هل ده معناه أن هم شايفين أن التسويق بالشكل ده للبطولة حيكون أفضل من خلال السوشيال ميديا؟ خلينا نتفع أن السوشيال ميديا دلوقتي بقت رقم واحدة عند كل الناس وهي أهم حاجة عند كل الناس دلوقتي مش بس حتى البطولة لو شوفتي اليوتيوبرز والإنسلوانسرز الناس دي كلها دلوقتي بقت بتعمل دعاية لمعظم البراندات ومعظم المنتجات العالمية فبالتالي خلاص أنت بقيت في أمر واقع قدامك أن الناس اللي عندهم فولورز بالملايين والناس اللي موجودة على السوشيال ميديا عندها ثقة لموجود كبير جدا أنت فعلا بتحتاجيهم في كل حاجة مهمة فبالتالي أكيد طبعا أنا شايفة أن السوشيال ميديا هي أهم حاجة دلوقتي أنت تقدر تعتمد عليها سواء في شغلك سواء في ترويج لمنتج ديكي أو لبطولة أو لأي حاجة فأكيد طبعا السوشيال ميديا هي أهم حاجة في الوقت الحالي طب تفتكلي الاهتمام ده بالبلوغرز واليوتيوبرز والحاجات اللي هما على السوشيال ميديا بيأثر في شكل الإعلام الرياضي أنه بيدي مساحة أكبر للسوشيال ميديا واليوتيوبرز يعني أكيد طبعا الموضوع تغير عن زمان يعني أنت لو شفت زمان كنا بنعتمد على الجرائد الورائية وتستمي العدد اليومي طاع الجرنال عشان تقدري تتعرفي الأخبار بعد كده الموضوع تتغير شوية ودخل الإنترنت بقيته تقدري تتعرفي بس برضو تدخولي على موقع الأخبار دلوقتي دي الصفحات الموجودة أو اليوتيوبرز أو الفيديوز بتخليكي تستغني عن كل الحاجات دي فالمحتوى الرياضي نفسه تغير الأول التي كنت بتاعتمد على المواقع الحقيقة دلوقتي بقى المحتوى الفيديو هو أهم حاجة عند المواقع التحاصية الكبيرة مش بس حتى اليوتيوبرز فبالتالي الرياضة والكورة وكل حاجة اتغيرت طبعاً يعني الفيديوز والسوشيال ميديا هي برضو بقت رقم واحد فيها يعني فبالتالي المحتوى الرياضي كل يوم بيتغير كل يوم بيتغير بدلاً تتعتمد على المقال بتاعتمد على المخص على السوشيال ميديا بلينك الخبر بتاعك دلوقتي تتعتمد على الفيديو والمشاهدات بتاعته يعني طيب آخر سؤال ايه توقعاتك للفرق المتأهلة للدور الستاشر في البطولة بعد انتهاء جولتيب بينها لحد الوقت بوسي يعني على عكس برضو كلام من الرياضة ان الناس بتقول ان البطولة ضعيفة بالعكس يعني البطولة قواية جداً وغير متوقعة انتي لو شكي المجموعات تقريباً لحد دلوقتي ما فيش غير مجموعة أو سين بس في ناس حسمت فيها التأخل بتاعها للدور اللي جاي لكل المجموعات لسه برغم لعب المرشين لحد دلوقتي ما تمش حسم المتأهلين فيها اتمنى طبعاً السعادية تقدر لسه عندها فرصة والمغرب بما اننا عربي يعني لسه عندها فرصة طبعاً تونس وكتر خلاص فاتمنى ان هم يقدروا ان هم يحسنوا تأهلهم ويعملوا بطولة تاريخية بما انها تتلاعب على ارض عربية يعني صحفية رياضية ريهام حمزي بشكرك جداً على وجودك معي شكراً جداً يا ريهام ليكي والكل مشاهدين البرنامج وبكده نكون خلصنا فاقرة سكوب اشتركوا في القناة